بعد ثمانية عشرة ساعة من انطفاء الكهرباء في عدن فاض الكيل بهؤلاء وخرجوا للشوارع تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لهذا الوضع الحكومة والانتقالي يتبادلان الاتهامات حول الطرف المسؤول عن هذه الأزمة لكن الطرف المسيطر على الأرض هو الذي يواجه أسئلة المواطنين واحتجاجاتهم الغاضبة لا أصلاح لا انتقالي لا شرعية لا تحالف ولا حوتي ولا لنبيحد لا غطر لا تركيا لا لا دخل بأي أحد من هذون نحن مواطنيين خارجنا نطالب بحقوق بأبسط محومات الحياة للمواطن عن الشي نعيش كهرباء على ما على خدمات صحية منذ أشهر يسيطر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على مدينة عدن بعد أن رفض السماح لحكومة معين عبد الملك بالعودة وفق ترتيبات اتفاق الرياض العالم يطلب من الجنوبين أن يستحملوا هذا الظلم الذي يحصل على أرضهم وبكل تأكيد الجنوبيين فاضل بهم الكيل وآن الأوان ليديروا مواردهم باتجاه تحسين خدمات المواطنين إعلان الانتقالي ما أسماه بالإدارة الذاتية أواخر أبريل الماضي فاقم من الأزمة القائمة في عدن وجعل الناس في وضع صعب وغير قابل للتعايش معه تعاني عدن من أزمات بعضها فوق بعض فمن كارثة السيول التي أغرقت المدينة قبل أسابيع إلى انتشار حميات قاتلة حصدت أرواح المئات من المواطنين في ظل غياب كلي وتخل على المسؤولية من جانب الحكومة والانتقال وصولا إلى أزمة الكهرباء التي تضاعف من كل الأزمات القائمة وتجعل من عدن مدينة طاردة للحياة يتصارع الجميع على رأس عدن ولكنهم يغيبون عند احتياجات المدينة وأهلها التحالف وخلال أربع سنوات لم يقدم شيئا يذكر ذهبت أبو ظبي وجاءت الرياض ولكن أزمة الكهرباء لا تزال قائمة ومثلها الكثير من الأزمات التي كان بوسع التحالف جعلها من الماضي لو كان يهتم لأمر اليمنيين وأهل عدن على وجه الخصوص يدفع أبناء عدن واليمن بشكل عام ثمن فشل الحكومة الشرعية وتحولها إلى مظلة لمشاريع التفتيت المدعومة من السعودية والإمارات فيما تثبت حالة عدن أن الميليشيات لا تنطلق من احتياجات الناس ولا علاقة لها بمصالحهم التي تتخذ منها فزاعة للسطو على السلطة فقط ترجمة نانسي قنقر